حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط برليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في ست ساعات إن التاريخ العسكري سيتوقف طويرا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر ثلاثة وسبعين حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياز خط برليف المنيع وعبور الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه لقد كانت المخاطرة كبيرة والتضحيات عظيمة لمعركة السادس من أكتوبر فالساعات الست الأولى من حربنا كانت هائلة ففقد العدو توازنه إلى هذه اللحظة وإذا كنا نقول ذلك اعتزازا وبعض الاعتزاز إيمان فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة وثقتنا في قياداتها التي خططت وثقتنا في شبابها وجنودها الذين نفذوا بالنار والدم محمد أنور السادات اتقال عنه مش هيتضمر غير بالنووي والمصريين أضعف من أنهم يعدوه ويقابلوا مصيرهم اللي مستنيهم خط برليفة خرافة وأسطورة إسرائيلية أضع عليها الجيش المصري في ساعات لكن السؤال إزاي قدري جنود المصريين وسلاح المهندسين بعد نكسة وهزيمة يحققوا إنجاز بالعظمة دي ومنين جت لهم فكرة خرطيم المية اللي ضمروا بيها برليف وإي حكاية تجريب الخطة قدام العدو قبل الحرب ومين هو برليف أصلا صديقي المشاهد لو عايز تعرف إزاي عدى المصريين خط برليف وخلصوا على الأسطورة الإسرائيلية يبقى لازم تتابع معنا فيديو النهاردة لنهاية بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة واتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد حرب يوم عشر رمضان أو حرب ستة أكتوبر واللي عند الإسرائيليين اسمها حرب يوم كيبور أو عيد الغفران رابح حرب قامت ما بين العرب وإسرائيل بعد حرب الف تسعمية تمانية وربعين وحرب الف تسعمية ستة وخمسين وحرب الف تسعمية سبعة وستين اللي تقال عنها النكسة أو هزيمة يونيو فبعد هزيمة الف تسعمية سبعة وستين واحتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء والجولان في سوريا قرر الإسرائيليين يعملوا مانع كبير عشان يحموا به أماكن العبور واللي متوقعين أن الجيش المصري ممكن يدخل منها للضفة التانية من قناة سويس فقررت إسرائيل تبني المانع ده على طول الجانب الشرقي من القناة وجهزته يكون حامي لأي ضربة من مصر وفضلت تبني فيه وتصرف عليه لحد ما كلفها المانع ربعمائة مليون دولار بس هنا لازم نقف وقفه صغيرة يا صديقي عشان أقول لك مين هو برليف اللي تسمى الخط على اسمه حييم برليف واحد من القادة الإسرائيليين المتشددين خصوصاً في كل اللي ليه علاقة بالحق العربي فكان شايف إن الفلسطينيين ملهمش حق في العودة لديارهم ولا الرجوع لأرضهم وشايف إن الأولى ليهم يعيشوا في البلاد المجورة لفلسطين ومش كده وبس كمان حييم برليف كان شايف إن استخدام القوة ضد المدنيين وجريم الحرب دا عمل مشروع هدف الدفاع عن النفس ومدن القناة عندنا كانت واحدة من اللي جربوا نار حييم فمن وقت النكسة ولحد حرب 1973 وهي شهدة على ضرباته الانتقامية اللي ما كنتش بتوقف واللي كانت سبب في هجرة أعداد كبيرة من الأهالي من مدن القناة لمحافظات تانية زي القاهرة لولا بسالت جنودنا في حرب الاستنزاف اللي استمرت من بعد 67 لحد انتصرنا في 1973 وحييم برليف كان قائد لسلاح المدرعات في حرب 1956 وفضل في المنصب لحد سنة 1961 فبعدها دخل جامعة كولومبيا واخد ماجستير في الاقتصاد ورجع تاني سنة 1964 ولما رجع برليف من أمريكا اتولى قيادة العمليات في هيئة الأركان وقبل حرب يونيو 1967 كان حييم نائب لرئيس الأركان ومع بداية 1968 اتعين رئيس للأركان وكان مشرف على خط التحصينات اللي تعمل على طول القناة واللي تسمى باسمه بعدين خط برليف واللي قالت عنه إسرائيل يستحيل اختراقه إلا بقنبلة نووية إلا إن سلاح المهندسين في الجيش المصري وقعوه وبخرطيم المية مش بالنووي ساب حييم الجيش سنة 1971 ورجع ليه مرة تانية سنة 1973 عشان يقود المنطقة الجنوبية ولما خلصت الحرب ساب الجيش تاني وانتخب حييم كعضو في الكنيسة عن حزب العمال واللي بقى آمين عام له سنة 1978 وبعدها وزير للشرطة ووزير للصناعة وسنة 1992 اختاروه يكون سفير لإسرائيل في روسيا فكان برليف بالنسبة لهم قائد وبطل وفيه ويستهل يتحط اسمه على مانع وجدار إسطوري زي برليفه نرجع تاني لخط برليف يا صديقي اللي فضله يعلو فيه لحد مواصل ارتفاعه ما بين 20 ل 22 متر وكان بيضم 22 نقطة محصنة وحاولين كل نقطة من النقطة المحصنة حقول من الألغام والخنادق والأسلاك الشائكة والقود المحصنة تحت الأرض ده غير كمان أنابيب النابالم اللي إسرائيل عملتها تحت المية فكانت عاملة أنابيب تضخ فيها الوقود عن طريق خزنات في الأماكن القوية متوصلة بخرطيم للضفة الشرقية هدفها حرق وش القناة بالكامل لو حصلت محولة للعبور فقال عنها اللواء أركان حرب إبراهيم شكيب صاحب فكرة أفل أنابيب النابالم وواحد من أبطال أكتوبر إن الأنابيب دي كانت الأخطر على الجيش المصري بطول قناة السويس لأن وجودها كان هيرفع درجة حرارة المية لسبعمائة درجة مئوية فكانت هتتحول قناة السويس للهيب من النار وده اللي هتسبب فيه خسير كبيرة في الأرواح والمعدات غير كمان الملاجئ اللي كانت محمية بالكامل بالأسلاح الكيموية والغازات وفيها كل وسائل التهوية والإضاءة وكل موقع كان موجود فيه دكتور وإسعافات أولية ومطابخ وقاعات لعروض الأفلام والحفلات وعشان تكمل إسرائيل أسطورة برليف اشتغلت على الإعلام كمان ونجحت في تسويقها على أنه أطخم خط دفاعي في العالم على مر التاريخ لكنه انهار في إيد المصريين وزي ما قال الرئيس السادات في ست ساعات فاعتبر العرب سقوط الخط تدمير لخرافة الجيش الإسرائيلي كله والبروباجاندا الإسرائيلية المعروفة أما جوة إسرائيل نفسها فكانت الانتقادات على أخرها للحكومة واللي برليف نفسه فاتقال عن خط برليف إنه نفس خط ماجينو اللي عملته الحكومة الفرنسية بعد الحرب العالمية التانية عشان تدافع عن أرضها قدام القوات الألمانية واللي بنته فرنسا في 11 سنة ودمرته ألمانيا في أربع أيام وكان هنا إشارة لجمود التفكير العسكري الإسرائيلي فكان تدمير برليف واحد من أصعب المهام اللي العالم شايفها مستحيلة فزي ما تقال عنه لازم له نووي فزي أسطورة زي دي ضمرها الجنود المصريين بسهولة قدام العالم كله ومنين جت لهم أصلا فكرة خرطيم المية شوف يا صديقي الجيش المصري مشكلته مش بس كانت في الخط الإسرائيل محوطة بالنار وسلاح لا ده كمان كانت المشكلة إن الخط نفسه بزاوية 80 درجة وده اللي هيخلي من المستحيل نقل الجنود والمعدات والمدرعات لكن فكرة بسيطة لضابط مصري كانت هي الحل السحري للمشاكل دي كلها فالفكرة كانت من الضابط باقي زكي يوسف واللي جت بسبب خبرته في شغله على مشروع السد العالي فلاحظ إن عدد من الجبال والرمال كان بيتم تجريفها بمضخات المية فاقترح فكرته وقت حرب الاستنزاف اللي هي زي ما قلنا ما بين 67 لحد 1973 ففي آخر شهر مايو سنة 1969 صدرت أوامر لقيادة الفرقة 19 مشاه اللي كان مسؤولة عنها باقي يوسف عشان تستعد للعبور قائد الفرقة وقتها كان اللواء أركان حرب سعد الزغلول عبد الكريم واللي جمع قيادة الفرقة الساعة 9 بالليل وشرح لهم المهمة ولما خلص قائد الفرقة بدأ المتخصصين يشرحوا كل واحد حسب تخصصه إيه اللي هيتعمل لحد ما وصل دول رئيس المهندسين واللي كان العقيد سامير خزامي اللي شرح وقتها طبيعة الساتر الترابي وتكوينه وكل اللي يتعلق بطرق اقتحامه وقال إن الخبرات العالمية من الحروب بتقول إن فتح الثغرات بيتم يا بالمدفعية يا الصواريخ والألغام والقنابل يا الطيران والنووي وكان باقي يوسف بيسمع الكلام ده وهو مش مستوعب إزاي مركبات بتاعته هاتشيل المعدات اللي بيتكلموا عليها دي كلها زي المدافع والزخيرة فرفع ايده وسط الاجتماع فقال له قائد الفرقة إيه يا باقي انت داخل تنام وليه انت تتكلم في الآخر لإنك انت اللي هتشيل كل ده فتسأل في الآخر فقال له لأ أنا عاوز أتكلم في اللي سمعت وفندم وكمل ما احنا عندنا حل أسهل واللي هو قوة الميا المضغوطة فالقناة جنبينة على طول والكل اللي هنعمله إننا هنسحب الميا وانضخها ومش هنحتاج غير زوارق خفيفة نشيل عليها الطلمباط ونسحب الميا من القناة وهي جاية من بحرين يعني مش هتخلص وهندخها بمدافع مياة على الستر الترابي شرق القناة على طول ب180 درجة وارتفاع 20 متر والميا من دفاعها القوي هتحرك الرمل من مكانه وتوقعه في القناة والميا كده كده هتفتح ثغرة عميقة في الستر الترابي أيا كان عمقه إيه فرد الفعل من كل الموجودين حسب كلامه كان الصمت الكل ساكت لدرجة إنه قلق من اللي قاله وافتكر إنه قال أي كلام عشان يتكلم تاني ويقول أنا خدمت في السد العالي وشنا كل الرمل بنفس الطريقة دي فطلب منه القائد يشرح له بالتفصيل إزاي كانت بتتجرف رمال السد العالي فقال كنا بناخد الميا من النيل بطلمباط على جبال الرمل من النوع المناسب لسد العالي وندخ مية النيل على الجبال دي بعد ما نصنع حوض حوالين الجبل والميا اللي منضخها على الجبل بتوقع رمال الجبل في الحوض والطلمباط تشفط الخليط من الحوض لجسم السد فيترسب الرمل وترجع الميا للنيل ولما يكون الجبل بعيد كنا بنحط طلمباط تقوية أو بوستر عشان نحافظ على قوة الضخ واستمرارها فبدأت علامات الارتياح تباني على وشوش الموجودين فالكل مستني يتأكد الفكرة دي هتنفع ولا لا وكسر السكوت شخص من الموجودين وقال وهنعمل ايه لو الثغرات ما تفتحتش فكان رد باقي عليه انها لازم هتتفتح لان الفكرة كلها مبنية على قانون نيوتين التهني فجابوا كبير المهندسين شريف مختار اللي كان مع باقي في السد العالي وتعرض قدامه الفكرة من جديد فكان رده بالتأكيد على الكلام وقال ان كل رمل السد العالي انجرف بنفس الطريقة وتعرضت الفكرة بعدها على جمال عبد النصر واللي قرر يجربها والحد ما يتأكد من نجاحها كانت الفكرة دي سر غير عادي وممنوع الكلام فيها قدام اي حد وتعاملت التجارب وكان اولها في اغسطس سنة 1969 في حلوان على ساتر ترابي واستمرت التجارب لحد موصلت ل300 تجربة واخر تجربة كانت جوه القناة نفسها على ساتر ترابي طبيعي نتيجة الحفر بس لحظة ازاي تجربت الطريقة دي قدام العدو وما عملش حسابه ولا فهم كان رد اللواء باقي يوسف انه فعلا التجربة كانت قدام العدو في منطقة البلاح في يناير سنة 1971 والاقمار الصناعية صورتها وشافها الاسرائيليين كمان لكنهم مربطوش بين الفكرة واللي مصر بتخطط ليه ومن اللحظة دي اتقرر اننا هنستخدم التجريف في فتح الثغرات فاتصنعت المدافع المائية بمساعدة شركة ألمانية بعدما أقنعتها الحكومة المصرية انهم محتجينها عشان الحريق واتهت تاريق الألمان وقالوا انت هتطافوا بيها حريقة في العالم كله حسب كلام أنور السادات واستوردت مصر طول بطم الألمانية باسم وزارة الزراعة ورغم انها فكرة من الأفكار اللي كانت سبب رئيسي من أسباب النصر إلا أن اللواء باقي يوسف قال إن الفكرة دي كانت من عند ربنا فنجحت المضخات في تجريف الرمل بالماء المضغوطة ونجحوا في عمل فتحات كانت هي مكان عبور الجنود وقال العميد محمد عبد المنعم يوسف قائد الفصيلة الثالثة بالكتيبة 335 مشاه كنا نرى خط برليفة من الضفة الغربية صغيرا ولكن عندما ذهبنا إلى الضفة الشرقية وجدنا ارتفاعه 25 متر بالزاوية ميل تقل عن 45 درجة وبالتالي كان عبوره صعبا وبخاصة أن بعض أفراد المشاه كانوا يحملون مدافع وزنها 86 كيلو جرام وكان لابد له من استخدام الحبال أخذنا القوارب ونزلنا بها المياه حتى نعبر وأول دفعة استخدمت القوارب اصدحبت سلما بالحبال وفي أول ساعتين من الحرب اتضمر 1500 متر مكعب من الرمل وتفتح حوالي 88 فتحة عدت منها القوات المصرية ودمرت الخط وكانت السبب في تسهيل عبور المصريين لقناة السويس وتحسم النصر في الساعات الأولى للحرب بسبب عدد من العوامل منها المفاجأة والزكاء وحيلة المصريين في عبور برليفة فاللي قال عنه صهينة مش هيتضمر غير بالنوي دمر الفرعنة بخرطيم المياه عشان يفضل أسطورة في تاريخ وذاكرة العالم كله ورغم أن دار الإفتاء طلعت المصريين رخصة بالإفطار اليوم ده إلا إن عدد كبير منهم رفض يكسر صيامه فكانوا شايفين إن ده سبب من أسباب النصر في الحرب وبيقول اللواء باقي زكي عن الساعات الأولى من الحرب العدو كان يريد معرفة مجهودنا الرئيسية أين كان يتم لكنه لم يكن يعي أننا نقوم بفتح الثغرات من برسعيد إلى السويس على طول الخط ولذلك عندما حاول العدو بعمل هجمة مضادة كنا قد أسقطنا الساتر الترابي تماما وتحولوا إلى فئران داخل الجبال غير كمان أنه بيوصف مشهد من مشاهد الحرب وبيقول في أيام الحرب دخل دبابة إسرائيلية محلوقة ضربتها القوات المصرية وده لكونه رئيس فرع المركبات في الجيش الثالث الميداني فقال كل اللي كنت شامه وقتها ريحة الدهان الجديد اللي رحتها قلب الدنيا فالدبابة ما تحركتش غير مسافة 240 كيلو بس والضربة الجديدة من غير متتبهدل فرغم كل اللي كان مع إسرائيل من معدات وأجهزة قيلة وجديدة إلا إن احنا ما كانش عندنا غير الإنسان المصري والفكر اللي منحوا ربنا لينا وحسب كلام الرئيس محمد أنور السادات فالساعة 2 الظهر وبعد عبور طيران 222 طيارة نفافة انتهت الضربة الأولى في تلت ساعة فقط فيها الجيش المصري بس خمس طيرات وده عكس الكلام اللي قالوا الخبراء السوفيت إن لو قامت الحرب بين إسرائيل ومصر فضربة الطيران الأولى هتكلف الجيش المصري حوالي 40% من قوته بس الواقع كان إن أول 20 دقيقة من المعركة كانت مصر دمرت مراكز القيادة والطيران وما هدت الطريق للمدفعية فقذفت أكتر من 200 مدفع وعبر الجنود عشان يدخلوا على الحاجز الترابي واللي قدروا يعدوه بطرق بدائية جدا أزهلت العالم كله فكانت عبارة عن سلم من الحبال يشيله الجندي ويتسلق الساتر الترابي ولما يوصل يرمي السلم لإخواته فيطلعوا بعده معهم الأسلحة المضادة للدبابات منصوريخ ومدفعية إيلة لحد ما ترفع العالم المصري على الضفة الشرقية وبدأت الأخبار وراء بعضها بسيطرة الجنود المصريين على المناطق المحصنة في خط برليف عشان بعد ست ساعات بالضبط يفقد اليهود توزنهم حسب كلام السادات وبدأ المهندسين المصريين يشوقوا الحاجز والساتر الترابي بخرطيم المية فانفتحت الثغرات وتركبت الكباري وعبرت الدبابات أما اللحظات الأولى للعبور فكانت مبهرة فبيقول لواء محمد زكي الألفي بطل سلاح المشاه في حرب أكتوبر كانت كلمة الله أكبر صرخة لا إرادية من مجموعات الاختحام الأولى لقناة السويس التي كنت ضمنها ثم أصبح معظم رجال المشات في الجيش المصري يرددونها وبيقول كمان إن هو وزميله كانوا بيسمعوا الإسرائيليين على الجنب الثاني من القناة وعلى بعد مائات الأمطار بيشتموا الجنود المصريين بأبشع الألفاظ فالكل كان مستني لحظة بدء المعركة بفارغ الصبر ومستني اللحظة اللي هنتردهم فيها من أرضنا وانتهرها من وجودهم عليها فنصر 1973 كان بفضل الله ثم بفضل كل جندي مصري قرر يستعيد كرمته ويثقر لوطنه ويثبت للعالم كله إنه أقوى من أقوى سلاحة على الأرض وبكده تكون خلصت حلقتنا عن حيلة المصريين في عبور خط برليف أستنى رأيكم في التعليقات وما تنسوش تقولوا عاوزين موضع إيه نعرضه في القناة وتشوفوا الموضع اللي فاتت واللي جاية وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس سلام والله أكبر واشتراك في القناة واشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر